أفدت صحيفة يدعوط إحرانوت الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحث مسألة مستقبل قطاع غزة في مرحلة مع بعض الحرب دون اتخاذ قرارات كما أفدت صحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي بقيام الشرطة الإسرائيلية بالسماح لمحتجين باعتراض شاحنات تتجه لغزة بتوجيه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إطمار ابن غفيرة يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد من لواء جعفاتي في معارك جنوب قطاع غزة كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 38 ضابطا وجنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لفتا إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748 ومنذ بدء الهبوم البري إلى 1258 ترجمة نانسي قنقر